في الستوديو المحامي نديم مصري رئيس اللجنة الكطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وأهلا المشاهدين بداية أنت هنا استمعت إلى كلام الدكتور غزال أبو رية ما رأيت بفكرته لتعزيز السلم الأهلي ومواجهة العلم؟ أنا سمعته طبعا وسمعت الكثير يعني هناك العديد من المقترحات وهناك العديد من المقترحات بالذات لإقامة لجان السلم الأهلي وأقيمت من فترة كمان لجان إفشاء السلام وهناك مقترحات من الوزارات لنبذ العنف ومعالجة العنف في المدارس وغير المدارس أكيد هناك عدة مقترحات ولكن نحن نقول بشكل واضح وصريح هناك عنف الموجود في مجتمع ومستشري والعنف هو قسم منه موجود في داخل المدارس وهناك ممكن احتواءه في داخل المدارس عن طريق تمرير برامج خاصة للطلاب ولكن المشكلة لعنا مشكلة مجتمعية العنف والإجرام الموجود عندنا في المجتمع يجب على السلطات المحلية والمجتمع كمجتمع معالجته أنا أعتقد أنه كل المقترحات اللي بعطوها هي جيدة ولكن يجب علينا تفعيلها وكيفية تفعيلها هو عمليا كما ذكر هناك عدة برامج ولكن نرى بأن السلطات المحلية بالمجتمع العربي ليس لديها إمكانيات أن تفعيلها سواء من ناحية الميزانيات وسواء من ناحية الإخصائيين يعني نحن نعلم بأن أقسام الرفاء الاجتماعي والعاملين النفسيين بضائقة وليس هناك عدد كافي لمعالجة جميع الظواهر الموجودة في البلد كبلد وما بالك حتى في داخل المدارس هناك نقص لدينا طيب الآن نركز على دور لجان أولياء أمر الطلاب أنا في مواجهة العنف وحماية الأطفال الذين هم اليوم منكشفون يعني على واقع مليء بالعنف هل لديكم خطط لذلك قبل بداية التحضير للسالة الدراسية القادمة؟ نحن عمليا البرامج موجودة يعني سواء هناك في برامج ضمن البرامج اللامنهجية التي تقترحها الوزارة وسواء فيه بضمن أو في إطار البرنامج تحديات ولكن المشكلة لنا هي هل هناك أشخاص أكفاء يقوموا بتمرير هذه البرامج أم لا؟ وهل هناك ساعات كفائية لتمرير هذه الساعات للطلاب أم لا؟ نحن نقول برامج موجودة ولكن البرامج هذه غير كافية الموجودة وغير فعالة من جهة عدم وجود أشخاص مهنيين يقوموا بتمريرها يعني هناك ضور كبير كذلك للأهل يعني هناك بعض البرامج التي يجب مشاركة كمان الأهل والطلاب مع بعض نحن مع ذلك ولكن نحن نريد أن على الأقل إعطاء حيز وبرامج التي يمكن تفعيلها في داخل المدارس وأن يكون هناك الأشخاص المناسبين يعني هناك نقص في المستشارين التربويين بداخل المدارس هناك نقص في العاملين النفسيين في داخل المدارس وعمليا برامج من هذا السبيل يجب أن تبنى وتنفذ تحت إشراف شخص مهني وبالذات العاملين التربويين أو المستشارين التربويين في داخل المدارس وهذا ما يفتقر إلى المدارس العربية هناك حصص التربية يعني نحن نقول هناك حصص التربية أو حصص التربية الاجتماعية ممكن على الأهل يمكن على المدرسة أنها تستغلها على أساس أنها تمرر برامج منها النوع ولكن نحن لا نرى بأن هناك معلمين حتى المعلم الذي هو مرب الصف لديه الكفاءة يمرر برامج خاصة عن أمور التربية نحن نتأمل أن يستغلوا هذه الموارد أو على الأقل هذه الساعات أو حتى حصص الدين كان لدينا مطالبة بأنه تعزيز تعليم حصص الدين والتعليم بإطار حصص الدين عمليا المبادئ التسامح والنبذ العنف وكيفية التعامل المجتمعي والسلم المجتمعي يعني هم تطبع الأشياء ألا تؤيد أنه يجب تفعيل دور لجان أو لأمر الطلاب أكثر في المدارس خاصة أن الطلاب لم يعودوا في حماية ماذا حدث في الليد في الطير في كفرقاسم يعني أمور صعبة جدا على الطلاب صحيح صدكت أكيد أنا مع أنه كمان تعزيز مساهمة ومشاركة الأهل واللجان أو لأمر طلب في هذه البرامج في داخل المدارس يعني قد يجوز أن هناك وفي هناك برامج عمليا هي أكثر لمشاركة الأهل ومشاركة الأهل ومشاركة الطلاب معا في داخل برامج صفية أكيد نحن ندعم ذلك وأكيد هذا يعزز عمليا التواصل ما بين المجتمع الخارج وهم الأهل الموجودين في الخارج مع الطلاب والمعلمين والإدارة في داخل المدارس نحن ندعم ذلك ونقول بأن يجب أن نكون هناك شراقة تامة حتى في تمرير مثل هذه البرامج داخل المدرسة يعني لو دخلنا للمدارس العربية للمجتمع العربي نجد طواقم مستشارين نجد تربويين نفسيين داخل المدارس هل العدد كافي وما هو الدور الذي يجب أن يكونوا به بالضبط هذا بالضبط ما كنت قد تحدثتك قبل قليل أنه مشكلة فيه نقص يعني نحن نعلم مدرسة كاملة بتكون مدرسة فيها 500 طالب وهناك نص وظيفة للمستشارة التربوي لأنه في شمالك لكل 500 طالب أحيانا في بعض مدارس هل هذا في المجتمع اليهودي يعني موجود؟ لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك حتى العاملين النفسيين وهذا يتبع للسلطة المحلية يعني السلطة المحلية هي التي تكون بتوظيف المستشارين النفسيين من قسم الرفاه الاجتماعي من داخل السلطات المحلية ونرى بأنه مستشار واحد أو عامل نفسي واحد لديه وظيفة ولديه ثلاث أربع مدارس في آن واحد يعني نحن نرى بأن هذه إضائقة وهذه المشكلة بحد ذاتها بأنه ليس لدينا هناك أشخاص أكفاء أو كفاية أشخاص يعني هناك مستشارين أكفاء ولكن لا يستطيعون يكونوا بهذه المهمة ماذا عليه مالي يقاله؟ مستشار ترباء وماذا عليه أن يبعه في المدرسة؟ مستشار ترباء عمليا هو من اسمه يعني هو مستشار ترباء وعليه أن يكون ببناء البرامج وحسب احتياجات الطلاب داخل المدرسة وبناء برامج محدد للطلاب إذا كانت مشكلة عنف يجب بناء برامج وإعطاء تمرير توجيهات للطاقم التدريسي في داخل المدرسة كيفية التعامل مع ظواهر داخل المدرسة فنحن نرى عمليا وأحيانا يجب عليه هو بنفسه أن يكون بهذه التوجيهات أو بهذه الإرشادات في داخل المدرسة أو في برامج معينة ولكن مع الأسف نرى بأنه ليس وقت كافي أن يكون بهذه البرامج ولذلك نرى بأنه هناك نقص في البرامج الحيوية أو برامج التي هي ذات كفاءة لتعالج جميع المشاكل داخل المدرسة نحن نعلم داخل المدرسة هناك عدة ظواهر وعدة مشاكل ولكن يجب كلها أن تقوم أو تعالج من داخل أو عن طريق إطار قسم الاستشارة يعني سواء مشكلة العنف يجب أن تكون هناك بناء برامج ضد العنف داخل المدرس بين الطلاب نفسهم ويجب بناء برامج بإشراك الأهل من الخارج بداخل المدرسة يعني الأهل عادة أنه لجان أولياء أمور الطلاب أحيانا هم يقوموا بفعاليات بداخل المدرس ولجان أولياء أمور حتى هم من أحيانا يبادروا لمبادرات معينة ويأتوا أشخاص من الخارج لتمرير بعض المحاضرات في داخل المدرسة لأن المدرسة ليست يديها إمكانية أن تمريرها في داخل المدارس توافق أن الرأي أن المستشار النفسي هو مناسب جدا لمثل هذه الحالات التي تحدث حالات العنف التي تحدث في المجتمع العربي طبعا العمل النفسي لديه أكيد صلاحي وهو من يستطيع أن يشخص هل كانت هناك تأثيرات على الطالب من أعمال عنف سواء كانت داخل المدرسة أو سواء كانت خارج المدرسة نعلم بأنه حتى في أحداث التي حصلت هناك أعمال عنف كانت بمقربة من المدارس أو على مدخل المدارس أو في داخل المدارس اعتداءات على قاصرين أو على أشخاص كبار ونحن نعلم بأن الطلاب الآخرين وهم بالذات مدارس الابتدائية يكون تأثير سلبي على الطالب فلذلك العامل الاجتماعي والتربوي هو عمليا الذي يجب أن يكون عليه على عاطق هذه المسئولية بأنه يعالج هذه الأمور وأن يكون ببناء برنامج لحل هذه الإشكاليات في داخل المدارس مع الأسف كانت مشاكل أو أعمال عنف بمقربة من المدارس وحتى في داخل المدارس نحن سمعنا عدة أماكن التي كانت فيها إطلاق نار على معلمين أو أنا وناس بمقربة من المدارس وكانت هناك تأثير كبير على الطلاب وتخوف سواء حتى من الهيئة التدرسية وسواء من الطلاب ولكن ليس كل المدارس أديها الأخصائيين الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه البرامج طيب دعنا نلخص بالسؤال التالي كيف يجب أن تكون العلاقة بين المدرسة والأهل من أجل استثمار ناجح في الطالب طبعا وإعداده ليكون عضوا فعالا وإيجابيا في المجتمع بعيدا عن مستنقع العنف والإجراء أنا حسب رأيي الطرفين واحد يكمل الثاني ولا يمكن أي برنامج أن ينجح في حال لم تكون هناك شراكة تامة بين الأهل وبين المدرسة فلذلك أنا أقول هناك بعض البرامج يجب على المدرسة ويجب على المستشارين مشاركة أو إشراك الأهل في هذه البرامج وأنا أعتقد أن الكثير من اللجان أولياء أمور الطلاب مستعدة أن تستثمر وأن تساعد وأن تساهم وحتى كان في عدة مواقف اللجان أولياء أمور الطلاب هم من استدعوا على حسابهم الخاص استشاريين من الخارج ومحاضرات من الخارج والناس أكفاء في داخل المدارس أنا أعتقد هذا هو شيء متكامل وعلى الطرفين العمل مع بعض حتى أن نعالج هذه الآفة وهي آفة مجتمعية حسب رأيي الكل يتذمر منها ويشكو منها ونتأمل على الأقل أن نصل للسلم المجتمعي عندنا في أقرب وقت المحامل عديم مصري رئيس اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب شكرا لحضرك للستوديو شكرا على هذه الإضاءات شكرا شكرا شكرا